اشتركوا في القناة والله سبحانه وتعالى كلف الإنسان ببعض التكاليف أوجبها عليه وبعض آخر سنها الله سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم فما خلق الإنسان إلا لعبادة الله وعمارة الكون من مفردات عبادة الله سبحانه وتعالى ومن أجمل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى قراءة القرآن فالقرآن الكريم هو كلام رب العالمين هو أحسن كلام لذلك سدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فدلني على شيء أتشبث به أريد شيئا أحافظ عليه حتى يحفظ علي أمر ديني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فذكر الله سبحانه وتعالى أفضل العبادات من مفردات ذكر الله ومن أعلى الذكر قراءة القرآن فمن أراد أن يتحدث مع الله سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن الله عز وجل في كتابه الكريم بيّن لنا في بعض آياته وتحدث عن القرآن الكريم وعن وصفه وعن بيان أهميته وبيان قدره وبيان ما جاء من أجله فقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فضل قراءة القرآن وأنه من أجل وأجمل وأفضل العبادات التي يمكن للإنسان أن يقوم بها في حياته حتى ينتفع بهذه العبادة في دنيا وفي آخرته فيقول عليه الصلاة والسلام في ضمن ما تحدث وفي ضمن ما أخبرنا عن فضل قراءة القرآن قال الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن كثيرا والذي يتقن أحكامه والذي يحفظ القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة في منزلة عالية والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يعني يبذل مجهودا وليس حافظا للقرآن ليس متقنا لأحكامه لكنه يحاول يحاول قدر استطاعته والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران له أجران على هذا الجهد الذي يبذله وعلى قراءته للقرآن الكريم ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لنا منزلة أخرى لقارئ القرآن يتمتع بها يوم القيامة فيقول عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل هذا القارئ الذي قضى الله عز وجل له بدخول الجنة يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ثم ماذا؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يقول العلماء إن لهذا الحديث توجهان الأول أن المنزلة بقدر ما يقرأ الإنسان فمثلا عدد آيات القرآن رقم محدد فكلما قرأ الإنسان آية ارتقى درجة ويقول فريق من العلماء إن المسألة كناية عن دوام الترقي فإن القرآن كلما انتهى الإنسان من قراءته أعاد فبدأ بختمة جديدة ولذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لرجل سأله عن أفضل الأعمال يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما أفضل شيء يمكن أن أقوم به فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحال المرتحل قال يا رسول الله وما الحال المرتحل الذي هو من أفضل العبادات هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء يضرب من أول القرآن إلى آخره يعني يقرأ ختمة من أول القرآن إلى أن ينتهي منها فيبدأ بقراءة سورة الفاتحة ثم يصل إلى سورة الناس ثم من آخره إلى أوله بمعنى أنه كلما انتهى من ختمة أعاد فبدأ بختمة جديدة يا رسول الله أخبرني عن أحب الأعمال فقال الحال المرتحل قال وما الحال المرتحل يا رسول الله قال المرء يضرب القرآن من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله إذن أيها المشاهد الكريم قراءة القرآن عبادة عظيمة ثوابها كبير ينتفع الإنسان بهذه القراءة وبهذه العبادة في دنياه وفي آخرته نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين على قراءة القرآن ومن المتدبرين لآياته إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته